السلام عليكم أهلا وسهلا بكم في مناقشة الحلقة الثانية من المسم الثالث من مسلسل فرام الحلقة الأولى كانت انطلاقة صاروخية للمسم الثالث افتتاحية كانت جدا ممتازة من أغلب الأشياء اللي ممكن تتوقعها من حلقة أولى السؤال الآن هل الحلقة الثانية كانت بنفس مستوى الحلقة الأولى ولا كانت أقل برأيي الشخصي وأتوقع رح تتفقوا معي أن الحلقة الثانية كانت أقل من الحلقة الأولى ولكن ما كانت سيئة وبنفس الوقت هذا الشيء الطبيعي يلي لازم يصير لأنه انت بعد الأحداث اللي صارت في الحلقة الأولى بعد الافتتاحية القوية والمشهد الأخير اللي صار مشهد الدرامي عنيف ووحشي بكل معنى الكلمة انت مضطر تشوف أعقاب هذا الشيء اللي صار فانت صار في عندك حدث قوي مضطر انك انت تشوف شلون سكان المدينة او شلون الشخصيات رح تتعامل مع هذا الحدث ومع الأشياء اللي هذا الحدث رح يخلفها فبالحلقة الثانية تقريبا ناخد نظرة على أغلب الشخصيات اللي موجودة وعلى تأثير هذا الحدث موت واحدة من الشخصيات تأثير هذا الموت على باقي الشخصيات فالآن مستوى الحلقة كان بصراحة جيد يعني لا هو ممتاز مثل الحلقة الأولى ولا كان سيئ انه اشهر الحلقة البايقة لا كان شيء طبيعي جدا كانت حلقة لازم تكون هادئة لحتى ندخل للحلقة الثالثة وتكون مدمرة بسبب الشيء اللي صار بالحلقة الثانية لأنه نعم هي حلقة هادئة وأعقاب الشيء اللي صار في الحلقة الأولى انت عبتشوفها بالحلقة الثانية ولكن وبنفس الوقت فيه أسئلة وفيه أشياء انطرحت بها هاي الحلقة بصراحة بتفجر المخ بتفجر المخ وبتخليك مستمتع بهذا المساسر ومنتظر الحلقات القادمة وأكيد الحلقة الثالثة الأسبوع القادم طيب نبدأ كالعادة في محاور هاي الحلقة واحد واحد ونبدأ في الشيء الرئيسي بعد الشيء اللي صار في الحلقة الأولى أو بنهاية الحلقة الأولى وموت شخصية تيانشين وحرفيا انت بتبدأ الحلقة وبتشوف انه الشخصيات لساتهم اعدين لحد ما خايفين منع فرين الصار برة لحد ما شخصية جيد يتشجع يحمل حاله ويروح الحظيرة ويلاقي انه بويد مقيد وحرفيا داخل في مرحلة نفسية جدا جدا صعبة وشخصية تيانشين ميتة بطريقة جدا جدا وحشية لان من هذا المشهد لازم نأثني على الممثل اللي اللي عبي يقوم بشخصية بويد يا جماعة جميل جدا 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 تمثيله بيمثلك الشخصية والمشاعر الموجودة عند الشخصية والحال ذات نفسها وبكل موضوع جدا مؤثر حرفيا الدراما اللي عبي يعمل لك ياها في هذا الدور من أجمل الأشياء اللي أنا شايفها بالمسلسلات كمسلسل طويل مكون من كذا موسم مسلسل إفرام فيه ممثل شايل المسلسل بطريقة جدا قوية من الناحية التمثيلية تمثيله جدا قوي مشاهد درامية ممتاز عبي يعمل لك ياها تأثير الحدث اللي هو اضطر انه يشوفه انه الوحوش خلوه يوقف ويتفرج على موت واحد من الشخصيات اللي هو بيكون مهتم لأمره عذاب نفسي انت كمشاهد بتحسه من خلال الشي اللي عبي يصير على شخصية بوي فالآن هذا الشي كان جدا جدا مهم وبيأثبت لك مرة أخرى اديش هذا الممثل جدا قوي وحرفيا تمثيله عامل فارق كتير كبير بالمسلسل طبعا واحد من الاشياء اللي ممكن نحنا كمشاهدين نتوقع إلى حد ما انه طيب بويد كان بالحظيرة مع شخصية تيانشن وهديك الشخصية ماتت وبويد ما مات فممكن سكان المدينة يتساءلوا او يوجهوا اسئلة لشخصية بويد انه شلون الوحوش اتلتة او ما اتلتك انت ليش على قيد الحياة مو من مبدأ انه انت ليش ما انقذتها لا من مبدأ انه انت شلون على قيد الحياة يعني على اي اساس هاي الوحوش بتوتل حدا وبتترك حدا ولكن كان واضح من خلال تعبير والشخصية بويد البادي لانجواج اللي موجودة عنده وحرفيا كل الاحاسيس اللي هي كانت موجودة عنده تشتتوا وحالتوا النفسية ما حتى سأل هذا السؤال وما حدا تساءل عن هذا الموضول وانا مالي مستغرب لانه كان واضح الشيء اللي صار باستثناء شخصية دونا يلي بتجي وبتلوم بويد على الشيء يلي عمله وهون نحن اذا بدنا نفسر هذا المشهد بويد بيقولها انه انت ش بدك ليش هيش بتحكي معي بالطريقة هاي انت ش كان بدك ياني اعمل مصدر الغذاء الوحيد اللي بقيا لنا هو هاي الحيوانات فانت ش كان بدك ياني اعمل اقعد هيك اتفرج عليها هي اقعد بتروح لحتى بعد اسبوع اسبوعين ثلاثة موت كلية من الجوع ما هو انا الشيء اللي كان لازم اعمله هو شيء واحد فقط ما كان قدامي اي خيار لكن بتوقف شخصية دونا وبتقوله طب لا انت كان ممكن ما تضحي بحدا من الاشخاص اللي موجودة بهي المدينة بسبيل انك انت توفر الغذاء وكنا نحن منحاول انلاقي حل هذا الموضوع فانت بتتفكر في الموضوع بطريقة منطقية الى حد ما كلامه انه اتنين صح ولكن كلامه لبويد اصح بحيث انه الشيء اللي عملوه الوحوش شيء غريب شيء لا نحن كمشاهدين كنا متوقعينه ولا الشخصيات متوقع انه الوحوش قادرة على التطور في الذكاء او هي قادرة على انه تكون واعية كفاية بانه تعمل حيلة معينة نحتى الشخصيات يوقعوا بالمحظور يروحوا على الحظيرة ويكون هذا الموضوع كله عبارة عن كمين عن فخ انه هن يسحبون ويعذبوله بويد وهون برجعب اقولك مثل ما حكيت في الحلقة الاولى توقعي الشخصي بسبب بويد كسر السندوق الموسيقي تعذيب بويد بسبب هذا الموضوع بسبب انه هو قال انه هذا المكان لن يكسرني فتعا انت ما بدك يكسرك هذا المكان اوكي نحن اذا قتلناك فخلص انت بترتاح الى حد ما ولكن اذا خلناك تتعذب نفسيا فراح يكسرك هذا المكان فهذا هو التفسير ليش بويد ما مات ليش الوحوش ما هجمته فنرجع لبويد ودونا والحديث اللي صار ما بيناتهم دونا متما حكينا بتبدأ حديثة باتهام لبويد انه انت كان ممكن ما تضحي بحدا بمقابل هذا الشيء او بمقابل ان الحيوانات ممكن تكون مصدر غيذاء لنا كان ممكن نحن نلاقي حل تاني ولكن بعد ما بويد يقول له انه لا انا ما كان فيه بيدي اعمل اي شيء غير هذا الشيء بالاخره هي ايضا تتفهم هذا الكلام وانا من وجهة نظر الشخصية الشيء اللي عمله بويد كان مزبوط 100% لانه برجع بقالك لا يمكن توقع الشيء اللي عمله الوحوش طيب حكيناك كلمة جدا مهمة وقالنا انه الحيوانات هي مصدر الغذاء الوحيد لأهل المدينة ولكن نكتشف من خلال الحلقة الثانية انه هيكون فيها عنا مصدر غذاء ثاني لأهل المدينة ولو هذا المصدر كان واضح معنا او واضح مع الشخصيات قبل بيوم واحد فقط يعني قبل 24 ساعة فقط كانت شخصية تيانشن رح تضل عايشة وما تموت بحيث انه الرحلة اللي راحوا فيها كيني وجيم بيكتشفوا بطريقة وباخرى انه فيه ارض هاي الارض بشكل عشوائي عب بيطلع فيها خضروات حرفيا هذا مصدر غذاء جديد لأهل المدينة فلو هنم اكتشفين هذا الموضوع او حرفيا شخصية كيني وجيم رجعانين لمدينة قبل 24 ساعة يعني طالعين قبل 24 ساعة ورجعانين بعد 24 ساعة كانوا اكتشفوا مصدر ثاني للغذاء وما كان الطر بويد يطلع لحتى يلاحق الحيوانات فهي بالاخير يعني صارت ضربة حظ معهم انه هنم اكتشفوا هذا الموضوع بعد وقوع بويد والبقية بالمحظور وموت شخصية تيانشن بعد موت هاي الشخصية من الطبيعي انك انت تشوف ابنة شخصية كيني كيف تعامل كيني مع هذا الموضوع كيف تعامل مع موت والده الان احنا بنعرف ان شخصية كيني ايضا والده توفى بطريقة وحشية وهنا بهذا المسلسل بيفرجيك انه التطور الشخصيات فيه معمول بطريقة جيدة جدا بحيث انه كيني كان من موت والده بطريقة وحشية منظر الطريقة الوحشية اللي مات فيها والده حرفيا شيء بيخليه يمسح كل الذكريات الجميلة ويظل هاي الصورة عالقة بباله بمعنى اخر اليوم انا بعرف انه والدي جميل بالبس حلو ريحته حلوة منظره حلوة الى اخري ولكن اخر صورة الى عندي بذاكرتي انه هو ميت من الوحوش بطريقة جدا عنيفة ووحشية منظر بشع جدا هاي الصورة عالقيت في باله فعرف انه والده ماتت بسبب الوحوش فبالتالي اذا هو راح وشافه راح يشوفه ايضا مثل الحالة اللي كانت بوالده وتمسح ذكرياته الجميلة وذكريات صورة والده الجميلة اللي بباله وتنطبع حرفيا صورته هي ومشوهة فبيحاول انه هو يكون الى حد ما اوي اوي فرجي حاله انه هو اوي وبيطلب انه زمن بعض اذنكم بتنطفوها بتزبطوها بتلابسوها شي لحتى اروح اشوفها بطريقة حلوة بصورة حلوة وتنطبع هاي الذكرى ببالي وفعلا هذا يلي صار ولكن يلي مشوفه انه كيني بيقول انه خلاص نحنا وصلنا لمكان لابد من انه نحن نقتل هاي الوحوش ويعقد على انه هو ياخد بنزين ويروح يحرق كل شيء في الانفاق بويد بيشوفه بيقوله انه انت بوين رايح ليش اخد معك هذه البنزيفة بيقوله بدي احرق الانفاق الان تعامل بويد مع هذا الموقف تعامل جدا ممتاز في الموسم الثاني صار موقفه بيشبهه وشفنا انه بويد عارض بطريقة كتير كبيرة وصار مشكلة من هذا الموضوع بويد اتعلم وهون نرجع بناخد ايضا انه مسلسل تطور شخصياته المعمول بطريقة جيدة بويد اتعلم انه انا ازا جيت قلت له لا لا تعمل هيك لا تساوي هيك بقى الاخر ما حنستفيد ما حنستفيد لانه خلص هو حيط بيباله اني انا بدي اروح فلأ انا بكون بيصفه وبقال له انا جاي معك ونروح لهنيك ومن بعده بفاتحه في الموضوع وبقال له انه واردتك ما كانت لحالة انا كنت معه وكانت شجاعة وماتت بطريقة جدا قوية ما فرجت ضعفه وكانت عبتوتوت ببعض الكلمات يلي حفظتها ومعناها بيطلع انه خليك بيجامبو لانه حاليا هو وحيد يعني عبتوصي ابنه لبويد هذا الشيء اللي بيخلي يتراجع عن العملية الانتحارية اللي هو كان رايح يعمل بانه هو يحرق كل الانفاق ويحرق كل الوحوش على فرضية انه فيكتور وتابيثة قالوا انه في الانفاق في وحوش هي فقط فرضية وهو كان رايح بعملية انتحارية كان ممكن تزبط ممكن ما تزبط والنسبة الاكبر انه هي ما تزبط يدخلو وما يطلع من هاي الانفاق فبيبطل يعمل هذا الموضوع ومثل ما حكينا هو بيبين انه اوي ولكن في لحظة من اللحظات مكتشف انه هو طبيع جدا من الاخير والدتو ميت فرح يظهر هذا الضعف عندما يبدأ الراديو او يبدأ هذا الجهاز بانه هو يعزف مثل موسيقى او يطلع منه موسيقى احتفالية لان ممكن هذا المشهد يكون بالنسبة الكتير من الناس هو مشهد عابر مشهد هيك انه خلاص طلعت هو لحتى يعني انه يصير موقف استفزازي يعصي بيمسك يضربه يفجره وانتهى الموضوع لا لازم ناخد الموضوع بطريقة شوي منطقية اكتر ليش لانه نحن في الحلقة الاولى عرفنا انه الوحوش قادرة على انه يتطور او قادرة على انه يتوصل لمرحلة من الذكاء اعلى من الشيء لانه هنين فقط موجودين لحتى يقتلوا هذا ويقتلوا هذا في كتير من النظريات اللي طالع عن المسلسل او طالع عن هاي الوحوش ولكن الشيء انه نحن متأكدين منه اللي هو ظهر في الحلقة الاولى انه هنن قادرين على التطور من الناحية العقلية او تطور الذكاء عندهم واضح انه ممكن ناخد خطوة الامام فليش ما هذا الراديو او الغنية اللي صارت تطلع الغنية الاحتفالية اللي صارت تطلع من هذا الجهاز تكون حركة استفزازية من الوحوش تجاكني انه انت زعلانه فرجيلي حالك انك انت قوي طيب خد هاي الغنية استفزينها طالع وحرفيا وصل لمرحل انه انا بدي اروح احرقون حمل حالو راحل حتى يحرقون بعملية انتحارية لولما انه بايد وقفوا فممكن الوحوش تكون عاملة هذا الموضوع طيب ممكن تقول لي يا طارق ما هو يعني شون الوحوش بده تتحكم بهذا الموضوع هاي نظرية انت ما ممكن مع الاسف يعني تقول انه هي والله ضابطة او ما لا ضابطة لانه بالاخير انت هابتحكي على انه نحن فكرة المسلسل الرئيسي للسما هي واضحة هل منها ممكن يكون الموضوع عبارة عن تجربة فالشخص المسؤول عبي حاول يستفزكني ولا الوحوش فعلا بيتطوروا هل في حدا بيتحكم بالوحوش هل في حدا بيتحكم في كل شيء موجود في المدينة ما بنعرف ولكن الشيء اللي نحن بنعرفه انه عالم مسلسل فرم هو عالم غريب انت ممكن تتوقع فيه اي شيء يعني حتى اشرح لك هاي النقطة بطريقة افضل واوسع فاكر معي فيه نقطة جدا مهمة شلون بمنطقة في الغابة بطريقة عشوائية فيه خضروات موجودة صالحة للأكل ليش على اي اساس التربة كلية تفهازدة في المدينة ولكن في هذه المنطقة فيه خضروات صالحة للأكل طيب بلا يا اخي تعال اعطيك مثال تاني شلون شخصية فاطمة اللي شفناها من الحلقة الاولى عندها مشاكل في معتها بسبب انه هي حامل ولي بنعرفه عن مسلسل فرم انه لا يمكن انك انت تكون او ما ممكن انه اي بنت تحمل في هاي المدينة ما سبق هذا الموضوع صار قبل مرة وللمرة الاولى بتصير مع مين؟ مع هاي البنت مع شخصية فاطمة طيب اللي بنشوفه انه في الحلقة الاولى بتعاني من انزعاجات بتتطور هاي الانزعاجات في الحلقة الثانية ومنشوف انه بيطبسن على اساس بسبب انه التغذية معها تتغذى بطريقة جيدة ولازم تتغذى بطريقة افضل لحين وصولنا انه هي بتوصل وبتلاقي انه الخضروات الفاسدة يلي رح يحولولها سماد بدون يكوبوا حولها سماد بتلاقيها جدا شهية بتمسكها وبلش بتاكلها بشراها هاي هاي اشياء فاسدة انت شو عبتاكلية فهذا تفسير تفسير انه هالي اللي بيبطنة ممكن يكون وحش ممكن يكون شرير كيان شرير اشي اللي عب يصير بالضغط مع هاي الشخصية لانه التصرفة ممكن بني ادم يتقبل هذا الاكل وبالذات ازا بنت حامل لا يمكن انك انت تاكل اي شيء طيب شنو انت عبتاكل هذا الشيء الفاسد هون بقى منجي هلو الوحوش عملت شيء معين بطريقة وباخرى صارت فاطمة حامل بيو احد الوحوش او اش اللي صار بالضبط مع هاي الشخصية ماهو واضح بلا يا اخي نروح لمثال الاخير واللي هو شخصية جيم والهاتف يلي ندأ هون في عندك انتو شغلتين ماهون ماهن منطقيات ابدا النوطة الاولى انه في المدينة لا يوجد هاتف لا يمكنك انت تستخدم الهاتف شلان رن الهاتف واحد رن الهاتف اتنين مين طلع عب بيحكي معه طلعت شخصية توماس من شخصية توماس ابن المتوفي اللي تم ذكره في الحلقة الاولى من هذا الموسم يعني اقرب بذكر الولد توماس كان في الحلقة الاولى لسا من هداك الاسبوع يعني ما لحقنا ان ننسى انه في شخصية توماس وهنين عندهم ولد ميت فهل ملا ممكن في هاي المدينة انت يكون في عندك تواصل مع الاموات هل الوحوش عب يلعبوا على شخصية جيم وعب يلعبوا على نفسية شخصية جيم وعب يحكوا معه من مبدأ انه انا ابنك توماس كل هاي الاسئلة بتوصللك بالاخر الفكرة حكيتلك ايها اول شي انه عالم مسلسل فرام هو عالم جدا غريب بتوقع منه اي شيء حرفيا توقع اي شيء انت ممكن تتخيله في هذا المسلسل فكل هاي النقاط الذكرتلك ايها كانت موجودة في الحلقة وبتعطي اسئلة اكتر بكتير للمسلسل طيب نروح للقسم الثاني من الحلقة او للمحور الثاني من الحلقة والي هو اكيد شخصية تابيثا ووالد فيكتور في ناس قالت انه لا هذا ما هو والد فيكتور لكن تم تأكيد هذه المعلومة بشكل رسمي على انه هي كانت اكيدة في الحلقة الاولى لا ما بعرف يعني هل راح تفصيلة انه انذكر انه هو ابو بس بغض النظر تم تأكيد هذا الموضوع في الحلقة الثانية وايضا اكتشفنا الكثير من الاشياء الان باختصار شديد لحتى ما ندخل بالتفاصيل الماء لداعي بكل اختصار والد فيكتور بزماناته مع والدة فيكتور بيقرر انه هنين يتعاطوا جرعة من هذا الشيء اللي بيبدأ حرفية مع والدة فيكتور بانه هي تشوف هدول الاولاد وتحس حالة او تكتشف انه هي مختارة لحتى تنقذ الاولاد من البرج وكانت بالضبط تشوف الاشياء اللي موجودة بالوقت الحالي بالمدينة ونحن عم نحكي على ما يقارب تلاتين سنة قبل هذا الوقت كانت تشوف القهوة او المطعم اللي هي وموجود كانت تشوف الكنيسة كانت تشوف الاولاد كانت تشوف كل شيء متل ما موجود حاليا في المدينة فاول ما يكشف هذا الشيء والد فيكتور لتابثة وتنزل لتحت على الابو وتشوف الرسومات تتأكد مية في المية انه هي الان الشخصية المختارة لانقاذ الاولاد من البرج فهي معلومة تعتبر جدا مهمة انه انت خلص هون انكشف الموضوع تقريبا انه الان السبيل الوحيد تقريبا لانقاذ الاشخاص او الشخصيات الموجودة في المدينة هي شخصية تبثة ووجودة في العالم الحقيقي على فرضية انه نحن الان في العالم الحقيقي ايش طريق نحن مانا بالعالم الحقيقي هلا والله ما بعرف عشان المسلسل ممكن يكون اي شيء فيه يعني انه بالاخر انت تفكر في نقطة جدا مهمة اذا كان هذا المسلسل عبي يحكي على انه هي التجربة بطريقة او باخرى على هدول الناس شيء مثل اللي صار في مسلسل 1899 فاكيد تبثة ما طلعت من هاي المدينة وراحت على العالم الحقيقي هي لسا تضمن هاي التجربة ولكن عم بيخدعوها بانه هي موجودة في العالم الحقيقي هي على فرض انه هي او هنن كلهم والمسلسل وفكرة المسلسل هي انه في تجربة نحن عم نطبق على هدول الشخصيات على فرضيتها بس نحن الان ننسى الفرضية لانه هي بالاخير التوقع او فرضية ونشوف الاشياء اللي عم تصير بالوقت الحالي في المسلسل هي في العالم الحقيقي والسبيل الوحيد لانقاذ الناس اللي هنيك هي شخصية تبثة بحكم انه هي المختارة لانقاذ الاطفال من البورج ننهي المراجعة يا صديقي بالكلام ياللي بويد بيحكي لابنه وكان على الشكل التالي لا تنسى اللايك والاشتراك بالقناة